بسم الله والصلاة والسلام والله عشر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم اليوم إن شاء الله هنتناول شابتر نومبر سيفن ميكانيكس أوف نون فيسكلس فلويدز اللي هو ميكانيكا المواعق غير اللازجة هناخد بعض الأمثلة والمسائل على هذا الشابتر طبعا الشابتر ده كان بيدور حول اللي هو معاعدات السمرارية وقلنا إن في معاعدات السمرارية أنا لو عندي مثلا أنبوب الأمبوب ده بهذا الشكل تمام هنا ده بيب بكده أنبوب هنا مساحة المقطع هنا A1 سرعة السائل هنا V1 هنا A2 وسرعة V2 طبعا نحن بنبدأ بحاجة اسمها الكيو 1 هنا الكيو 1 وهنا كيو 2 طبعا في معاعدات السمرارية الكيو 1 بتساوي الكيو 2 إيه هي الكيو الكيو هي زي ما قلنا بكده هيا الفلوريت 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 عبارة عن يعني متر سكوير ساكنت منس 1 ده عبارة عن unit of floor rate الفلوريت هنا في معاعدة السمرارية اللي هو عبارة عن equation of continuity عبارة عن Q1 بساوي Q2 والQ1 عبارة عن Dx يبقى ممكن A delta x على delta t لأنه هي مقطع ثابت ده عبارة عن سرعة سرعة velocity ده معناه ان المعادلة ممكن نكتبها بالصورة دي ان A1 V1 بساوي A2 V2 مساحة المقطع A1 هي عبارة عن cross section area at first end مثلا هنا عند النقطة الأولانية V1 velocity of fluid at the first end عند النهاية الأولى يبقى A1 هي عبارة عن cross section area at first end مقطع الأولاني والV1 عبارة عن velocity of fluid at the first end A2 عبارة عن cross section area at the second end والV2 عبارة عن velocity at the second end velocity at second end ده عبارة عن المعادلة دي عبارة عن معادلة الاستمرية اخدناها ودي احنا مراجعة سريعة عليها عشان نعرف لما ما جنحل المسائلة احنا ناخد أكيد هناخد الاغتبار هذه المعادلة ناخد معادلة ناخد مسألة A water bib leading up to the house house يعني خرطوم A water bib leading up to the house has radius of one centimeter The water leaves the house at the rate of three liters per minute Find the velocity of water in the bib if the radius of the house of 0.5 centimeter what is the water velocity in the house نكتب المسألة نكتبها كده ونرسمها نعملها كده تخططها أنا عندي عنبوبة كده بهذا الشكل ده عبارة عن سرعة هنا V1 راديوس هنا R1 سرعة هنا V2 والرادوس R2 طبعا معروف إن الكيو هو تساوي زي ما خدنا delta V على delta T حجم على زمن والحجم هنا قال لك الووتر leaves the house at a rate of 3 لتر يب 3 لتر هاي 3 تمام per minute يبقى 3 على minute 3 per 3 litre هاي per minute لازم نحولها بالمتر لثانية عشان نحول من اللتر للمتر نضرف في 10 أسالب 3 يبقى كده دي بيجت متر مكعب هاي والدقيقة للثانية نضرف 60 يبقى على 60 في هاي الحالة يبقى الكيو معدلة الفلوريت معدلة تدفق 5 times 10 to the power of minus 5 meter to the power of 3 second to the power of minus 1 طبعا الكيو 1 هتساوي A1 V1 ويبقى في هاي الحالة هو عازل الفلسيتي الفلسيتي لما كان الراديوس الراديوس has radius of 1 سنتيمتر في هاي الحالة V بيجتساوي الكيو 1 على A1 تساوي الكيو 1 حسبناها هي بتساوي الكيو على دوله تمام يبقى ممكن نقوله على دول كيو 1 تساوي باي R 1 سكوير مساحة المقضع يبقى في هاي الحالة V1 تساوي حسبناها حسبناها الكيو هنا كد الكيو هنا في أي جزء من الباب الفلوريت متساوي يبقى في هاي الحالة الكيو 1 عبارة عن 5 times 10 to the power of minus 5 على ثلاثة 14 من 100 اللي هي الباي مضروبة في 1 سنتيمتر أحول ها لمتر يبقى مضروبة في 10 سليب 2 يعني 0.01 الكل تربيع هبتدي ده لما أحسب ها يبقى 0.159 دعبانا عن سرعة وحدتها meter per second يعني meter second to the power of minus 1 وبعدين ده ده المطلوب الأول المطلوب الثاني if the radius يعني if the radius of a hose 0.5 سنتيمتر what is the water velocity in the hose تمام يبقى عايز نفس القص تمام يبقى عايز هنا V2 بتساوي Q2 على A2 آه Q2 وهي نفسها Q 5 times 10 to the power of minus 5 على pi R 2 سكوير يعني 3.14 لها 3.14 مية لها الباي في عبارة عن هحول الخمسة من O.5 اللي هي R هنا O.5 سنتيمتر ها حول هنا طبعا 1 سنتيمتر هنا بيجي O.5 هحول المتر اضاف 10 سالب 2 يبقى عبارة عن O point O O five لكل تربيع لما بتدي انا اغض واحصيب ها اجد انها بتسوي O.6 3 6 وديه سرعة متر second minus 1 هنا طبعا السرعة بيجي اكبر لان نصف القطر بيجي اقل لان في علاقة عكسية بين المساحة وبين السرعة لو خدنا مسألة تانية طبعا ناخد مسألة مثلا على Bernoulli equation اولا هي state Z تنص على ان the work done on a fluid as its flows from one place to another is equal to the change in its mechanical energy تنص على ان الشغل المبذول اللي بذله سائل او مائع لما يتحرك من مكان الى آخر هو هيصاوي التغير في الطاقة الميكانيكية وقلنا لو انا عندي انا عندي مثلا بيبزة بهذا الشكل عنبوبة بهذا الشكل كده وفيها بيحصل تدفق بنجد مثلا الطرف ده بيرتفع عن سطح الارض بمقدار y a ده بيرتفع عن سطح الارض بمقدار y b السرعة هنا v a الضغط الفلويد هنا b a هنا كسافت السائل rho هنا الثرعة v b والضغط b b المعدة بتقولي ان b a الضغط عند الطرف الاول هني زائد rho j y a اللي وارتفع الطرف الاول plus 0.5 rho في v a square اللي هي السرعة عند الطرف الاول بيسو b b ضغط عند الطرف الثاني plus rho j y b plus 0.5 rho b square طبعا هنا لو انت في يعني اتمنى انه كده انه كنت في البيت كده المعادلة ازاي دياجات يعني برنولي ازاي اسبت المعادلتين دولة الجزء الاولاني وجزء التاني ما هو حفظ الطاقة حفظ الطاقة اعتبر ده شغل الشغل عبارة عن قوة في مسافة وده طاقة وضع كتلة في عجلة في ارتفاع وده طاقة حركة يبقى ده وورك ده طاقة وضع بي تنشي الانيري وده كينيتك انيري تمام يعني مثلا الورك واكسم الطرفين بعد مثلا الورك قوة في مسافة اهي قوة في مسافة بلاس ام جي واي بلاس نص ام في اي سكوير بتس دي اف ايه بساوي اف بي في اكس بلاس ام جي واي بي بلاس ام بي بي سكوير واكسم الطرفين على في على الحجم لو جسمنا ده على حجم يديني ايه ده حجم عبارة عن مسافة عبارة عن مساحة في مسافة المسافة راحت مع المسافة لدينا بفضل مساحة تحت فقوة على مساحة الدنيا يديني شغل يديني بريجر وهكذا في باقي الاطراف لما تكسبنا على V سيديك ايه ولما تكسبنا على V سيديك ايه فكر فيها ستدقى ان الامر سهل وبسيط بس عايز قليل من التفكير ونحن اثبتناها قبل كده في السيروتيكال كونسيدريشن في اللكشارز فياريت ان احنا برضو يكونوا متسكرين المسألة هو ما هو الضغط الواقع على سباح اذا كان السباح ده خمسة متر قاعد خمسة متر اسفل السطح بتاع البحيرة طبعا في قانون انه القانون بيقولي لو انا عندي فلويد كده موجود في اناء هذا السطح او في ضغط جو هنا ب اتموسفير وهنا في y في نقطة هنا النقطة هنا كمان مثلا بي على بعد وي من من السيرفس of the lake of the water الدغط عند النقطة بي تساوي البي تساوي البي اتموسفير بتحت الضغط الجوي بلس رو الكسافة بتحت الفلويد في الجي تسارع الجهاز بارضي في وي يقول لي what is the pressure on a swimmer ما هو الضغط الواقع على السباح ده اذا كان السباح ده خمسة متر قاعد خمسة متر أسفل سطح البحيرة تمام يبقى البي تساوي الضغط الجو بي تساوي معروف 1.013 في 10 to the power of 5 هذا الضغط الجو اهو 11.000 زائد رو الماء في الجي تسارع الجاذبية 9.8 أو 10 تقريبا approximately 10 في y 5 متر يعني كل وحداتي بالس بحيرة A pressure 1 meter above the floor is major to the normal atmospheric pressure هو كذا How How much greater is the pressure at the floor density of water 1.29 كيلو جرام لكل متر أنا عندي هو نفس الكلام هنا البي أتموسفير وهي واحد متر أسفل السطح وهنا النقطة بي الدغط هنا حيوبة البي نفس المعددية هاي البي بساوي بي أتموسفير بلاس رو ج بي تساوي البي أتموسفير خدناها وهنا 1.013 في 10 to the power of 5 لا طبعا هنا زائد كام زائد الكسافة ومديني الكسافة 1.29 مدروة في طبعا تسارع الجاذبية مدروة في المسافة المسافة اللي هي 1 متر داعها يديني في الآخر خالص 1 0 1 3 1 2 طب 1 2 3 المصاعدة تمام داعها هذا عام معدل الجاذبية في الدورة الدموية سنتجد مسألة جديدة ومسألة بسيطة وسهلة انا عندي بني آدم ما ليش كده نسلمو رسمة بسيطة بني آدم ده البرين اهو برمز بي ده الهارد برمز برمز اتش يبدأ برين هنا اده ارتفاع اكيد برين اتش بي وده ارتفاع الهارد وده الفوت عند الغرب تمام احنا احنا وجد الضغط مثلا عند الفوت بي اف تساوي بي اتش بلاس رو جي و اتش او اتش او اتش اتش هي نفسه يبدأ عبارة عن الضغط عند مين عند الهارد اه برضو نفس الكلام او عند الفوت يعني احنا ايه هنا او هنا تمام ده الدخط طبعا الدخط هنا عند الفوت وبرده نفس الكلام البي عند الفوت بي ساوي البي بي زايد رو في جي في اتش عند البريند وهما اطلaling ببعض احناuela الثغة عن الفوت بي ساوي Upperพوほど يices في اد arguing البي اتشommال البي واحد بي ده بي تساوي بي بي زايد رو جيH بي. طبعا ضغط الدم متساوي في كل مكان. برنول equation to the brain and heart. هي بإذن البي بالضغط عند الbrain. هيساوي البي اتش. ضغط عند الهارت. منس رو في الجي في الاتش بي. مينس اتش بي. مينس اتش اتش. تمام? يبادر الضغط عند الbrain. ده الضغط عند الbrain. طبعا احنا هنا. when the person accelerates upward with a. لما الشخص ده يتسارع الى اعلى بتسارع مقداره a. في هذه الحالة يبقى البي بي. الضغط عند الbrain. زائد رو. وبعدين تسارع. هيبقى جي بلاس ا. تسارع الى اعلى. مدروه فيه اتش بي. هيتساوي على طول البي اتش. زائد رو. في. اضيف طبعا ايه? انا بضيف التسارع اللي الشخص تسارع بي الى اعلى. تمام? يعني راكب مسعد في الفيتر مثلا. في هذه الحالة. الدغط عند البي. عند الbrain. يساوي. بي اتش. دغط عند عط. مينس رو. بج. لس ا. مضروه في. اتش. بي مينس اتش اتش. تمام? يبقى دا في حالة لما يكون الشخص متسارع. لكن غير التسارع. الجخص قاعد ساكن. يبقى الاه بسفر. يبقى ساوي زي ما قلنا قبل كده. في المعادلة اللي قبل كده. اللي هي المعادلة دي. اهي. تمام? تمام. يبقى الدغط عند الbrain يساوي بي اتش. دغط عند الهيد. عند الهارت. بلاس رو في الجي في اتش بي مينس اتش اتش. لكن هنا لازم لما يكون سرع الى اعلى. في هذه الحالة انا بزود ايه? يتباطع الى اعلى يبقى يبقى الجي مينس. الجي ايه? مينس. شكرا لكم. ترجمة نانسي قنقر